مناسبة عرق رسول الله كان أطيب الطيب عندنا رواية أن الزهراء البتول صلوات الله عليها لما زفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أم سلم أعطتها مثل قارورة فيها طيب وكانت الرائحة الطيبة تفوق في طيبها كل الروائح الأخر وكل العطور الأخرى فسئلت أم سلمة أنه ما هذا الطيب من أين لك هذا فقالت ما هذا بطيب وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله في حر الظهيرة كان يعرق وهو مثلا متجع نائم مستريح فكنت أجمع قطرات العرق من بدنه الشريف في هذه القارورة فهكذا حصل سيد الخلق صلى الله عليه وآله ولذلك تجد هنا لما تعرف صفات النبي صلى الله عليه وآله من زوجاته المؤمنات كأم سلمة رضوان الله عليها من ابنته الزهراء صلوات الله عليها مثلا من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين يصفون لك حال هذا النبي حينئذ تعرف ما كانت عليه عائشة الحميراء من قبح لما تقول للنبي صلى الله عليه وآله إني أشم منك رائحة مغافير عرفتو يعني تريد أن تنسب للنبي صلى الله عليه وآله أنه إذ أكل المغافير فإن هناك رائحة كريهة تخرج من فميه في حين أنه حتى لو فرضنا أنه أكل فلابد أنه فمه الشريف سيقلب هذه الرائحة الكريهة إلى رائحة طيبة